أهلا بكم مشاهدين الكرام نعود لحضراتكم أولى فقرات البرنامج والمتابعة عن التغذية وكما تحدثنا مع بداية البرنامج بأننا سنتحدث عن السيدات اليوم فقط بإمكانكم المتابعة وبإمكانكم أن ترسلوا لنا الرسائل على موقعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك إن كانت فيه هناك أي مداخلة أو سؤال حول هذا الموضوع الكثير يتساءل وخصوصا السيدات حول موضوع الزيادة والبدانة بعد فترة المراهقة ربما بعد سن 16-17 سنة في زيادة تبقى في مناطق مختلفة من الجسم أو حتى في الجسم كلها أسباب تغيرات بالإضافة أيضا إلى حلول ما هو الغذاء المناسب وإن كانت فيه هناك عوامل وراثية أو على العكس تماما ممكن من نفس الشخص نفسه أو سيدة نفسها هي التي تعمل بحالها هذا ما سنعرفه من أخصائية التغذية رزان صلاح رزان صباح الخير صباح صباح الخير في يوم وليلة صار بدين أول شيء يمر في مرحلة الوزن الزائد بعدين سمنا من النوع الأول أو من الدرجة الأولى بعدين من درجة الثانية بعدين درجة الثالثة التي تصل إلى مرحلة ممكن تكون قاتلة فهي بتيجي نتيجة التراكمات فترات يعني زي ما قلنا مش في يوم وليلة بتبلش سواء في ناس من الصغر بتبلش معهم وبتضلها مستمرة خلال فترة المراهقة وما بعدها ناس بفترة المراهقة بتبلش السمنة وبتزيد ناس مثلا سيدات من بعد ما تنجب المرأة سواء من أول مرة أو الثاني مرة خلاص بتصير إنه زي تترك حالها سواء نظامها الغذائي كل نظام حياتها بشكل عام وببلش تراكم الدهون من وقتها فيعني حسب المرحلة اللي بتبلش فيها البدانة وكيف ممكن تتابع بعدها يعني فيه ناس ما بسحوا حالهم إلا فجأة زي دين 30 كيلو لو فعلا كل واحد بس فيه بعمل رقابة مستمرة على حاله إنه أي كيلو زاده أو نقصه إنه راقب حالك أنت وحاول يعني تتجنب هاي أول بأول مش توصل لمرحلة إنك وصلت مرحلة كتير كبيرة وبعدها بنا نبلش نضعب فيها طيب رزان أبرز العوامل خلينا نقول انتحكيتي بأنه فيه هناك ممكن ما بيكونش فيه مراقبة بالإضافة أيضا إلى العوامل أخرى ربما تساعد على الزيادة خلال فترة ممكن تكون سنة سنتين ثلاثة مثل ما ذكرت أنه ممكن الواحد ما يكونش حسس على حاله وخصصا البنات ممكن بزيدوا أكثر من الشباب هلا أكتر فترة الواحد بزيد فيها لازم يدير بقاله حاله فيها السيدات أو الفتيات خاصة بفترة المراهقة ليش في هاي الفترة بالذات لأنه هاي بيكون فيها زيادة أو نمو في عدد الخلايا الدهنية وفي حجمها يعني هاي أكتر مرحلة أنت ممكن جسمك يبني فيها خلايا دهنية لأنه فيما بعد في مراحل لاحقة لما مثلا بدك ترجع تنزل وزن أو إشي الخلايا الدهنية بتضلها زي ما هي مثلا جسمك ما بتخلص منها بس إنما ما بيقل حجمها فبالتالي في هاي المرحلة يجب أن تكونوا كتير حذرين لقصة إنه قديش إحنا منراكم أو نبني خلايا دهنية بجسمنا هلا العوامل ازاي حكيت عنها إنه أول إشي أول أول عمل هو بشكل رئيسي نظام الغذائي هذا بيبلش برضه من الصغر سواء من عمر اللي بيرضع فيه الطفل لحد ما ببلش ياكل لحد ما بفترة المدرسة المراهقة هذا هو يعني أول سبب ممكن واحد ينظر إله إذا كان عندنا خلال أو مشكلة في الوزن سواء زيادة وزن أو نقصان عدا عن هيك بعد هيك بنصير نطلع على عوامل تانية يعني مثلا في عندك كتير نساء أو فتاة تقولك أنا ما باكل كتير ما باكل إلا وجبة واحدة مثلا بس بتعاني من وزن زائد من سمنة سواء في منطقة البطن في الأرداف فهون نطلع على العوامل تانية أولها الوضع الصحي هل مثلا هاي الامرأة حامل هل بتعاني من أمراض مزمنة زي السكري الضغط هل بتاخد أدوية مثلا في عندك أعراض جانبية لبعض الأدوية زي الكورتزول وهي أشياء هاي بتساعد في تراكم الدهون بالجسم بغض النظر كيف كان نظامك الغذائي يعني هاي بتساعد أكتر زيادة الوزن عوامل تانية لنشاط البدني يعني أوكي ما باكلش أنا إلا وجبة واحدة بس في المقابل ما بعملش أي نشاط بدني اللي أحرق هذا الأكلته 24 ساعة إنه قعد ما في أي حركة ما في أي إشي هذا برضو بلعب دور كتير كبير إنه كيف طبيعي جسمي يخزن الدهون في أي مناطر عاد عن هيك مثلا إضطرابات النوم هاده برضو إشي كتير أساسي للفتيات خاصة بفترة المراهن هل هناك شيئر علاقة بالوراثة؟ واحدة ماخدة من أمها؟ هذا مثلا ما بتقدر تحكم عليها مئة بالمئة بوراثة الوراثة ممكن تكون تعطيك قابلية إنك تـ سوف في ناس كثير العيلة كلها بتكون ناصحة هاي عارف إش هاي بتيجي شكل عقلانية أكتر من إنها يعني خلص بقول أمي وأبوي ناصحين فإن الطبيعي أطلع أنا ناصح هاي بقولك بكون لديهم قابلية إنهم يزيدوا وزن أو يخزنوا دهون أكتر من غيرهم بس إذا كان نظامهم الغذائي مزبوط والنشاط بدلي مزبوط ووضعهم الصحي تمام ما بمنع هذا بالعكس إنه يكون وزن طبيعي فبالتالي ما نخلي الوراثة هي تحكم أو تحدد إنه كيف طبيعة وضعنا أو جسمنا بخزن دهون أو لا طيب رزان في سؤال الصبيبية بتسأل إنه بعد الحمل الأول كان وزني تمام وطبيعي ولكن بعد الولادة بقي الحال على ما كنت عليه أثناء الولادة بالنسبة للحوامل عادة لما تولد المرأة بتفقد حوالي المفروض إنه يعني نص أو تلت الوزن اللي زادته خلال فترة الحمل وخلال السنة الأولى ما بعد الولادة المفروض يرجع وزنها بشكل طبيعي لكيف كان قبل الحمل يعني برضو ما المرأة الحاملة تشدع حالها خلال أسبوع شهرين إنه خالص بدها ترجع زي ما كانت الوضع الطبيعي إنه خلال سنة ما بعد الولادة ترجع بشكل تدريجي لوضعها كيف ما كانت قبل وإيش هذا اللي بيساعدها إنه الرياضة ترجع مارس النشاط البدني بعدها تنظم نظامها الغذائي بس بحيث ما يأثر لا عليها ولا على الحليب للطفلها فبالتالي إيش طبيعي إنه خلال سنة وبشكل تدريجي تنزلهم يعني طيب رزان إيش سر الزيادة اللي بيكون أحيانا في مناطق مختلفة من جسد المرأة ممكن يتركز في منطقة الأرداف أو البطن أو حتى في منطقة أخرى ليش ما بيكون زيادة في جميع أنحاء الجسم هاي برجع لطبيعة تكوين الجسم أو البني آدم في إذا بتلاحظ عند النساء أو عند الرجال كل واحد عنده نوع سمنة معين هيك طبيعة جسمه بميل إلى تخزين الدهون بهذا الشكل ما إلو علاقة بالغذاء؟ الرجال إنه إذا بتلاحظ أكتر منطقة تراكم الدهون في هذه البطن أما النساء هي منطقة الأرداف في أكتر مناطق بيتميل عادة الدهون لتتخزن في هذه المنطقة لا ما فيه مثلا أكل معين إنه إذا أكلته هذا بيؤدي لتخزين الدهون في هذه المنطقة دون غيرها بس مثلا خاصة السمنة في منطقة البطن أو الدهون في هذه المنطقة هي في عندك عوامل بتساعد على أنها تتراكم زي مثلا المشروبات الغازية، أطعم الدسمة كمان خاصة مرض السكري بتلاحظ أن هذه المنطقة عندهم أكتر من غيرها هدول مثلا حالات خاصة أنه ممكن تتراكم الدهون في هذه المنطقة أكتر من غيرها أما بشكل عام مثلاً ما في عند الغذاء لا بيؤدي إلى تراكم الدهون في هذه المنطقة أو أنه مثلاً ما في شيء آكله اللي يخلي هاي الدهون في هذه المنطقة تروح يعني الغذاء بتوزع بشكل متساوعة جسمنا هاي بترجع لطبيعة تكوين الجسم مش أكثر يعني الغذاء حتى لو كان مثلاً شيء له علاقة بالخبز الذرة وهيك يعني في بعض الدراسات اللي اتبعتها وقرأتها تقال بأنه يعني أحياناً في مناطق مختلفة في آسيا أو حتى في إفريقيا يلاحظ بأنه هناك تغيرات في الجسم حسب ما هم إيش بيأكلوا ممكن هذا إلو علاقة بسؤال سألناها الآن زي ما حكيت الخبز والذرة والرز وهي كلها نشويات وهاي بسرعة إذا أكلنا كمية كبيرة منها بتميل إلها تتخزن على شكل دهون بالجسم وإيش أكتر المناطق اللي هي زي ما حكينا إنه الدهون قابل يتخزن فيها في جسم المرأة هي منطقة الأرداف فبالتالي إيش طبيعي كمية كبيرة من هاي نشويات أول المناطق اللي رح تتخزن فيها هي هاي المنطقة بعدها برضو رح تتوزع على كافة أنحاء جسم فبالتالي لا ما في مثلا غذاء معين إذا أكلته بيروح بتخزن في هاي المنطقة بس بشكل عام لهي النشويات وكترتها يعني عطول بتروح على مراكز التخزين الرئيسية لهي في هاي المناطق عند النساء فبالتالي الحل مثلا لهذا الإشي بقولك إنه بيجي نساء عند خصيات تغذية أو مر علينا حالات إنه بس بدي دايت اللي أنحف من منطقة معينة غير عن غيرها طب هل هذا صحيح؟ هذا مش صحيح إنه ما في دايت إنه بس بيخليك تضعف أو يخلي الدهون مثلا في منطقة الأرداف أو في البطن تروح بس لحالها هادي مثلا إيش اللي بساعد اللي هي ممارسة الرياضة والتركيز على هاي المناطق ها إنه صح لما نلعب رياضة جسمنا كله بتحرك وبحرق لكن عضلات هاي المنطقة هي بتشد أكتر من غيرها أو المخزون من الدهون في هديك المنطقة هو بيبلش يحرق أكتر من غيره فبالتالي إذا تبعنا نظام مزبوط مع رياضة بالتركيز على المناطق اللي إحنا بفعلاً منعاني من تراكم الدهون بشكل كبير فيها هذا هو أنسب إشي لا هيك والله طيب غذاء مناسب لأي سيدة بتشوفنا بهاللحظات أنا بعرف بأنه في هناك حتى لو تواجهوا لكم كأخصائية تغذية في لكل سيدة برنامج لكن بشكل عام كيف ممكن أنه نعطي نصيحة بالغذاء إنه إيش الأغذية اللي لازم نبتعد عنها وإيش الأغذية اللي لازم نتناولها أهبل بحب أأكد عشال زي ما حكيت إنه نظام غذائي لكل مرأة أمرأة غير عن الثانية بس زي ما بتلاحظ إحنا إذا واحدة راحت عند خصائية تغذية وإشي وأخذت برنامج بتلاقي هذه الورقة أو البرنامج تتفع على عشي وحنا تكون ستات الخارق معلقين على الثلاجة أكبر غلط هذا الإشي يعني أنت وضعك وزنك غير عن وزنها ووضعك الصحي غير عن وضعها يعني أوكي صح هذا بخليك يتنزل وزن بس مثلا مش بالطريقة اللي بتناسبك أو مش الوضع المناسب إليك وبتلاقيهم يتبعوا أسبوعين ثلاثة أو عملوا منافس شهر ونزل بدهم إياه وبرجعوا وبعديها بخبز زي أول وأكتر فبرضو قصة إنك تطلع في الوزن وتنزل بسرعة هاي برضو مش منيح على جسمك بتأثر عليه بصير يصل لمرحلة إنه مهما عملت دايتس أو نظام غذائي معين جسمك بطل يحرق لأنه خلص اتعود على هاي الطلعة والنزلة فبطل إنه عنده قدرة إنه يحرق فبالتالي يا ريت كل واحدة هي تراعي وضعها بشكل خاص إنه غير عن جارتك أو زميلتك أو هيك هلا بنسبة لأكل بشكل عام إنه كيف كل واحدة زي ما حكيت إنه الشيين هم بتراك بتخزنوا بجسمنا ع شكل دهون هي الدهون اللي بناخدها بشكل أساسي اللي هي زي الإشياء المقالي الإشياء الدسمة سواء اللحوم مشتقات هالإشياء الدسمة منها زي ما حكينا المقالي السمن الزبد هاي الإشياء اللي فعلا بتحس إنها دسمة أو إنه مثلا بقولك إشياء تانية خفيفة رز وبطاطا واللي هي نشويات بشكل عام برضو هاي كترتها إنه إزا جسمنا ما حرقها ما لا نشاط بضني كافي يحرقها فبالتالي لكترة هاي الإشياء ع طول برضو رح تتخزن ع شكل دهون بالجسم فبالتالي بدنا نخفف من هديك الدهون وناخد باعتدالنا شويات نركز أكتر في غذائنا على الألياف على الخضار الفواكه الإشياء الغنية بالسوائل الماء بالاستمرار وشبات دايما من أكد عليها صغيرة ومتنوعة يعني كل ساعتين إشي اللي تخلي ما بتكشغال فيه أكبر غلط إنه بس إنه آه تاكلي وشبه واحدة وتكوني مبسوطة حالك فيها فهي إشياء متنوعة مع النشاط البدني يعني لو ما أكلتي بس ورح توصل لمرحلة إذا بدون نشاط بدني جسمك بيبطل أدين لازم تلات وجبات في اليوم بس تكون معتدلة؟ تلات وجبات رئيسية فطور غدا عشا بعدين بين الفطور والغدا يعني مثلا في ناس فطورهم على الثمانية وغداهم على الأربعة في التالي مش معقول يضلوا بين هدول وجبتين بدون إشي أفطرنا مثلا على الثمانية قبل ما طلع الشغل على العشرة 11 نفقد حالنا بوجبة فواكه ووجبة خضرة ساندويشة صغيرة على التنتين برضو مثلا كمان إشي اللي ما توصل مرحلة إنك جعت فيها فبالتالي إذا جعت كثير رح تخبص في هاي الوجبة رح تكلها إنه ما تحس لمرحلة إنك كثير جعت فبالتالي بدي أكل كل ساعتين ثلاثة عير حالك إنك تاخد إشي بسيطة شغل ماتا طب رزام نسمعهم كثير بقولوا أنه العشة ما بنا نتعشى لأنه هو بعمل زيارة وزن وخصوصا ما قبل النوم هي شغلتين بعتمد على طبيعة العشة اللي بتتعشى يعني في ناس تتعشى منصف بقية الغداء مثلا شياء تقيلة بعرفناك أنت من أنصار المنصف مش حاطب فيه أو مثلا الوقت اللي بتتعشى فيه يعني إحنا دايما بننصح قبل ساعتين من ما تنام مات كل شيء سواء هذا لقصة إنه الوزن لقصة إنه اللي بيعانوا من أوجاع المعدة أو إشياء غيرها قبل ساعتين ما ناكل إشي بعدين لأ أنا بشجع على وجبة العشاء وخاصة وجبة إنها تكون صحية وخفيفة يعني مثلا من جنب قصة الطبيق والمقالية والإشياء الجاهزة هاي وبلاش نغفين ثلاثة على عشاء يعني لو كاسة حليب مثلا نص سندويشة حبة فاكهة زبدية لبن إنه متستوصل كلس كتير منيح بيكون بالليل وكتير ناس بيفتقدو عشاء كله بس وجبة خفيفة يعني ما تحس حالك إنه قام من الغداء لتاني يوم أكلتش إشي لأنه جسمك برضو خلال الليل بحرق بده طاقة فبالتالي عشاء بس وجبة خفيفة طب في رسالة وصلتني من إيناس بتقول صباح الخير لرزانو بنحكي لها بإنه يعني إلا الأكل محب بنساه طبعا بنسبة لموضوع إنه ممكن إنه سيدة تنسى الفطور أو الغداء أو العشاء لا أحكي لك فيه مثلا مش ببنس فيه ناس فعلا بنسو الام خاصة للامرأة اللي بتشتغل اللي عندها أولاد مثلا ما عندها إيش أغلب حجاجنا إحنا إنه ما منفطر ما عندنا وقت أو هيك وهو مع إنه أهم وجبة الفطور يا إنه ما عندهم وقت يا معجوئين يا بعشكي في الصبح أو إنه منتناسى إنه بقول آه هاي ما أفطرتش وما رح أتعشى اليوم إنه زكى مني عشان بدي أخفف هاي الوجبات وخاص بس بتغدأ وهذا برهق الجسم؟ نعم برهق الجسم برهق الجسم وزي ما قلت لك إلت الأكل إنه إنت لما ما تفطر وللساعة أربع خمسة لتاكل أول وجبة إلك هاي جسمك لسه هاي بتكون بداية عمل جهازك الهضمي فما بيكون امتصاصها مظبوط ما بيكون هضمها مظبوط ولا حرقها مظبوط وبالتالي إنه هاي ما في يعني جسمك ما عنده طاقة اللي يحرقها من قبل تتراكم تخزن بجسمك بقل عملية الأيد وقدرة جسمك على تعامل معها أما لو كانت شغالة معنتك من قبل بوجبتين ثلاثة خفاف فبالتالي ما بيجي وقت الغداء إنه معنتك بتكون شغالة وبتكون عملية الهضم كتير منها يعني الموضوع بقدر أفهم منك بأنه هو نظام غذائي فقط لغير والاعتماد على نفس السيدة نفسها أنه هي كيف تعمل برنامج هال نظامها الغذائي الخاص فيها مع نشاطها البدني يعني هدول اشيين متواصنين هو بشكل إجمالي عشان تصل الصورة كمان للمشاهدات بالضبط يعني مثلا زي ما قلت لكم ما فيه غذاء معين بيزيد تراكم الدهون في منطقة ولا إنه بحرقها هاي بدك نظام متوازن لأن جسمك بتعامل مع قطعة الخبز زبتك لها ككل ما بتعامل معها كعضو غير عن عضو بالإضافة للنشاط البدني وأهمها الرياضة هاي يعني لكل الدهون في منطقة الجسم بتساعد إنها تحرقها رسالة صلاح أخي الصائي التغذية شكرا جزيلا وكانت اليوم الحديث خصوصي فقط للسيدات إن شاء الله يكون استخدام إن شاء الله هذا اللي يتمنى وحسب الرسالة اللي اجتت إن شاء الله فيه كانت هناك متابعة شكرا الآن إلى فاصل وبعد ذلك سنتابع نحن وإياكم باقي الفقرات حتى الحديث عشر صباحا بإمكانكم المتابعة والمشاركة معنا وشكرا لكل من أرسلنا رسالة وكل رسالكم رح نقرأها على الهواء إن شاء الله موسيقى